موسيقى يا صباح الخير وصباح الجمال وصباح السعادة على حضراتكم فدأنا يوم جديد وحلقة جديدة من برنامجكم صباح البلد على شاشتكم صدر البلد يا رب ان شاء الله النهاردة يوم يكون مليان خير وبركة وتعالى نقدر نقول النهاردة الحمد لله كده يومنا من غير شبورة هنبدأ يومنا الحمد لله شبورة أقل كتير الناس تدهت حرك شوية بشكل أفضل فيوم حلو وبدأ بداية حلو وان شاء الله يبقى يومنا كده لحد نهايته ومليان حلو وطاقة إيجابية وضحكة هذه أهم حاجة نادي بعض بالضحكة وخليني أصبح على زمالي الموجودين معي النهاردة صباح الفرحة يا فروح صباح الجمال يا رشا صباح الفل يا داليا صباح الفل والسعادة صباح كل حاجة حلوة وصباح البلد يا ربي بأي يوم كده خير وشايلنا كل حاجة كويسة يا رب وزي ما داليا قالت الحمد لله مفيش شبورة يا جماعة الحمد لله إن شاء الله يبقى يوم جميلة علينا جميعنا عندها حاجات كتيرة هنتكلم فيها بس محولي في الأول أصبح على رشا صباح الفل يا رشا صباح الفل يا فرح صباح الفل يا داليا صباح جميل على كل اللي بتابعوني على شاشة صد البلد يوم جديد وحلقة جديدة وبرنامجكم صباح البلد على قناة صد البلد معاكم من 8 إلى 10 إن شاء الله بموضوعات مختلفة ومتنوعة لكن أحب أقول في بداية اليوم إن النهاردة يوم مهم جدا هنتابع في حاجات كتيرة لكن خلوني أبتدي مع البنات عندهم إيه النهاردة طبعا إحنا دايما بنحب نبدأ بأخبار حلوة يا رشا فالحقيقة إحنا هنبدأ النهاردة بحاجة مهمة جدا هنتكلم كده عن السياحة ولكن من وجهة نظر عالمية نقدر نقول خلينا أقول لحضراتكم إن مبارح تم نشر كده حاجة لطيفة جدا وحلوة جدا من خلال موقع CNN Travel كان تقرير مصور بيعرضوا فيه عن الأماكن اللي الناس ممكن يعني السنة دي تبدأ تتوجه لها وتعمل فيها سياحة وأعلنوا عن 21 مكان وكانت مصر من ضمن الأماكن دي وكانت في المرتبة الخمسة حاجة حلوة جدا وحاجة تفرح الواحد إن هم يعلنوا عن ده من خلال العالم كله لأن الناس بتبدأ تتفرج من أول شهر واحد كده إن شاء الله يا ربي يعني الكورونا تبقى خفيفة والناس تبدأ تتحرك هيروحوا فين هيصيفوا فين السنة دي إيه الأماكن هيروحوها فمصر كانت موجودة في التقرير ده وكانت في المرتبة الخمسة زي ما بقول لحضراتكم وعايز أقولكم كمان إن أعلنوا عن حاجة مهمة جدا وهو افتتاح المتحف المصري حدث مهم جدا وهم قالوا فعلا في التقرير بتاعهم إن هو حدث مهم وإن هي حاجة تاريخية عظيمة وكمان قالوا إن الناس اللي هتيجي تتفرج في المتحف هيشوفوا إيه وإيه الحاجات اللي موجودة فيها لإن المتحف ده فعلا مليان حاجات حلوة جدا أتمنى إحنا أصلا نكون مهتمين إن إحنا نروح ونشوف المتحف ده بعنينا لإن ده تاريخنا في الأول وفي الأخ خلينا أقول حضراتكم إيه الحاجات اللي موجودة في المتحف أول حاجة هيعرض كنوز الملك توت عنخ أمون كل ده يكون مجتمع لأول مرة وكمان هيتنقله عدد من التوابيت المكتشفة حديثا في عام 2020 بمنطقة أثار سقارة وكمان توابيت خبيئة العساسيف واللي اكتشفت فيه الأكسر عام 2019 إحنا بنتكلم عن حاجة مهمة جدا يا فرح حاجة ضخمة فعلا ودايما برا بيحبوا يتفرجوا على الحاجات دي جدا فعلا فعلا يا دليل بص بلدنا فيها حاجات جميلة قوي لو إحنا بس نقدر نقدر ده ونحافظ عليها زي ما قلتي تبقى أحسن حاجة وأحلى بلد في الدنيا طبعا طبعا ليه لا في حاجة تانية برضو عايزة تكلم فيها وحاجة مهمة جدا مبارح أعلنت وزارة الصحة عن خطوط وأرقام ساخنة لعلاج أو لدعم النفسي لمرضى كورونا احنا عارفين قد إيه مهمة قوي الحالة النفسية ومش بس لمرضى كورونا طبعا أعلنوا كمان أنه المختصين ودكاترا نفسيين هيكونوا من كل الاختصاصات العلاج النفسي عشان يبقوا موجودين على مدار اليوم لمساعدة المرضى بشكل عام ومش بس كده هي كمان هتبقى بالمجان قد إيه موضوع مهم جدا قد إيه جماعة الحالة النفسية مهمة قوي لازم طبعا عشان نقدر نحارب أي مرض لازم تبقى حالتنا نفسية كويسة عشان هي دي اللي بتقويل مناعا واحد يبقى كويس نفسيا فرح كنا فعلا بنتكلم في الموضوع ده مبارح إن الحالة النفسية أصلا ممكن تخليك تعبان أكتر من الكورونا نفسها بالزبط فالحالة النفسية معتمد عليها كل حاجة خليها بضح فقراتنا النهاردة وكالعادة دايما بنبدأ فقراتنا بجولتنا حول العالم وهنبدأ جولتنا حول العالم النهاردة وهنشوف ونتابع كده العصور على حفريات الحيوان المموس في المكسيك وكمان هنتابع فعليات كارنفال الأبيض والإسود بكولومبيا هنسافر بعد كده وهنشوف في وجبات مسلجة للحيوانات البرية في أستراليا عشان الدنيا بتبقى طبعا حر هناك وبعد كده هنروح ونشوف بيع مخطوطة نادرة لبيع إطلاق الألعاب الأولمبية طبعا برضو بعد ما نخلص جولتنا حول العالم هنروح ليه جولتنا الإخدارية نعرف أهم العنوين من راشا دلوقتي عندنا إيه يا راشا؟ لا عندنا حاجات كتيرة النهاردة عندنا طبعا إحنا زي ما تعودنا في فقرتنا بانتبع أهم الأخبار والتقارير وأيضا المقالات في الصحف المحلية والعربية والعالمية من أهم العنوين اللي حتكون معانا النهاردة السيسي يستقبل وزراء خارجية الرباعية الدولية مجموعة ميوناخ عفوا مدبولي الرئيس السيسي وجه بالانتهاء من مشروع تأهيل وتبطين الترع في زمن قياسي التضامن 65 مليون جنيه حزمة إغعانات للمرضى وذوي الهمم بالمجان المالية توافق على تعاقدي مع العاملين المؤقتين بالأعلى للأثار القوى العاملة لا يوجد تعينات في الحكومة من أربعة أعوام والخليج يطلب العمالة المصرية ده غير عدد من الموضوعات المهمة اللي حنتبحة إن شاء الله في جولتنا الإخبارية النهاردة طيب فقراتنا إيه با يا دالي؟ يعني مواضيع مهمة جدا يا رشا وفقرتنا مش هتبقى تخالص عن المواضيع المهمة اللي انت قلتها معانا فقرة النهاردة رئيسية مهمة جدا هنتكلم فيها عن الجلسة التاريخية اللي هتشهدها قبة مجلس النواب اليوم واللي هيتم فيها حلف النواب لليمين الدستوري وكمان هيتم انتخاب رئيس المجلس والواكلين وهيكون معانا الأستاذ عبد الناصر أنديل مدير المركز المصري للدراسات البرلمانية دي ملامح فقراتنا النهاردة وده يومنا مليانة حاجات مهمة جدا خلينا بقى دلوقتي كده نسيبكم مع تقرير عن ذكرى رحيل فنانة الجميلة اللي كلنا بنعتبرها أم لينة كريمة مختار الله يرحمه خلينا نشوف معه طبعا النهاردة وإحنا جايين عايز أقول لحضراتكم بشرة صار يمكن زي مداليا وفرح كانوا بيقولوا ما فيه شبورة الحمد لله يعني يمكن حاجة بسيطة جدا يعني مش محسوسة تقريبا وده كان شيء جايد لأن الطريق الحمد لله كان سالس وسهل وإحنا جايين وجو كان دافي كمان لكن تعالوا نتعرف أكتر على الوضع إيه مع دكتورة إيمان شاكر وكيل مركز لاستشعر عن بعض بالهيئة العامة للأرصاد الجوية دكتورة إيمان صباح الفل صباح الفل على حضرتك أستاذ راشها وصباح الفل على كل أستاذ المشاهدين الحمد لله الحمد لله النهاردة السكة كانت رائعة يعني خليني أقول لا فعلا احنا فعلا نوهنا أمس إن شبورة النهاردة هتكون أقل كثافة من الأيام الماضية يعني يمكن لسه في شبورة لكنها خفيفة غير مؤثرة على الطرق الحمد لله الضباب الحمد لله تلاشة تماما ما بقاش فيه ضباب النهاردة وده يعني مؤشر للأيام القادمة إحنا يعني بداية من غدا إن شاء الله هتمتهي تماما الشبورة المائية على معظم أنحاء الجمهورية غدا وبعد غدا وده نظرا لأنه هيكون فيه نشاط رياح نشاط الرياح هيكون معاه رمال وقت ربع مسارة فممكن رؤية الأفقية تقل على الطرق السحروية والطرق السريعة لكن هتكون بسبب الرمال والأتربة المسارة وليس في الشبورة والشبورة في الفترة الصباحية خلاصة فيه إن شاء الله لكن هنبدأ نشهد بقى تقلوبات جوية اللي احنا كنا نتكلمنا عنها في أول الإسجوع هتبدأ إن شاء الله معنا من غدا هيكون فيه نشاط رياح مسل للأتربة على السواحل الشمالية الوجه البحري القاهرة شمال السعيد ممكن تمحطن مع الرؤية الأفقية على الطرق السحروية والطرق السريعة طبعا زي بحنا كلنا ملخظين مبارح كان فيه ارتفاع في الحرارة هيستمر معنا النهاردة وبكرة إن شاء الله درجات الحرارة أعلى من المعدلات بحوالي من 3 ل 4 درجات هتوصل ما بين 25 و 26 درجة على القاهرة وده طبعا أعلى من المعدل لكن طبعا مش عايزين ننخبع بهذا الارتفاع هو ارتفاع مؤقت آخره هيكون بكرة بداية من الخميس هيبدأ يكون فيه الخصاد ملحوظ جدا في درجات الحرارة يعني بعد ما هتوصل ل 26 درجة هتنخفض لـ 19 درجة مقوية ده معناه ده نزول جامد قوي نزول جامد طبعا هنشعر بيه النهاردة 26 درجة بكرة إن شاء الله 24 درجة ثم يوم الخميس 19 درجة مقوية فهيكون فيه فعلا فرق جدير في درجات الحرارة وأيضا درجة الحرارة الصغرى هتنخفض يعني بعد ما بتسجل درجة الحرارة الصغرى من 15 إلى 16 درجة وبنشعر بالدفق يعني الجو ما بيبقاش بارد قوي لا صراحة مش بارد قوي فعلا ده حقيقي فعلا هتنخفض درجة الحرارة الصغرى وتوصل لـ 11 درجة فأيضا هيكون فيه خفض أثناء النيل فهنبدأ نشعر بالجرودة سواء بالنيل أو بالنهار طبعا مع استمرار نشاط الرياح اللي هيزود الإحتاس بالجرودة نشاط الرياح مستمر معنا 4 و5 فيوم الخميس نشاط الرياح هيزود الإحتاس من خفض درجات الحرارة ففعلا هنشعر بفرق كبير جدا عن الأيام الماضية وطبعا عن النهاردة وبكرة بالنسبة للأمطار هتبدأ فرص الأمطار بداية من غداً الأربع إن شاء الله تبدأ أمطار على السواحل الشمالية للبلاد يوم الخميس تستمر الأمطار على السواحل الشمالية للبلاد ومناطق من الوجه البحري وتستمر معنا إن شاء الله حتى بداية الأسبوع القادم والفترة اللي جاية فترة متغيرة شوية في الأحوال هلو لأ كنا عايزين نعرف الفترة الجاية هيحصل إيه طيب فترة متغيرة طيب أنا بشكر دكتورة إيمان شاكر وكيل مركز الاستشعار عن بقود بالهيئة العامة للأرصاد الجوية كان نفسي أسألها هو إحنا يا ضباب يا رياح وأتربة الرؤية صعبة بس أخدوا بالكوي سمعين بقى يا بنات يوم الخميس حتنخفض جامد عشان نبقى عاملين حسابنا في ياري مالو أتربة من بكرة في أمطار جاية كل اللي نفسكه فيها يحصل أنا بست الفترة الجاية يعني أما حاجة الخميس زي ما قالت إنه فين خفاض جامد جدا يعني خلوا بالكم اتدفوا هلين بقى نروح نعب شوية رياضة عشان نستعد اليوم الخميس ونتنشط كده ونرجع تاني على طول إقباراتي ومشطيني ومسمي ومن saw الآن شبرا لننزلنا نقرأ لنزلنا ونقرأ لنزلنا 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 بس طول and we're gonna put our legs bend one side stay with the shoulder on the floor put your hands behind the head and we have just to go up and down trying to go up straight next to your hips so let's go one two three four five six seven eight nine ten eleven 12 13 14 and 15 and relax repeat one more time one two three four five six seven eight nine ten eleven twelve thirteen fourteen and fifteen okay put your legs the other side and repeat the same one two three four five six seven eight nine ten eleven twelve thirteen fourteen fifteen and relax take your breath and repeat again one two three three four five five six seven eight nine ten eleven twelve thirteen fourteen and fifteen and relax change your position put now your arm down your leg up from this position a little bit down the feet we have to move the feet from right to left right left like this we use the side muscles so position and go position and go position and go position and go e relax ok repeat just once again position and go and relax and stop ok ladies and gentlemen it was for all of you our exercise for the side of the belly tomorrow we're gonna carry on with more exercise we're gonna carry on وزراء خارجية الرباعية الدولية مجموعة ميونيخ المعنية بدعم مصاري عملية السلام في الشرق الأوسط والتي تضم نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المختربين بالمملكة الأردنية الهاشمية ووزير خارجية الجمهورية الفرنسية ووزير خارجية جمهورية ألمانيا للتحادية وذلك بحضور سامح شكري وزير الخارجية وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رياسة الجمهورية أن الرئيس اطلع خلال اللقاء على مستجدات جهود مجموعة ميونيخ الوزرية لإعادة تنشيط المسار التفاوضي للقضية الفلسطينية في ضوء عقاد اجتماعها الحالي بالقاهرة ورحب الرئيس بالمجموعة الوزرية في القاهرة مشيدا بالتنسيق الرباعي المصري الأردني الفرنسي الألماني الذي يهدف لكسر الجمود الحالي في مفاوضات عملية السلام حيث أكد أهمية التحرك في الوقت الراهن لإعادة طرح ملف عملية السلام على الساحة السياسية الدولية مع مراعاة آخر التطورات السياسية على المستويين الدولي والإقليمي وآخذا في الاعتبار عضوية المجموعة التي تضم الدولتين العربيتين الأقرب إلى القضية الفلسطينية إلى جانب كبرى دول الاتحاد الأوروبي كما أكد الرئيس استمرار مصر في جهودها الدؤوبة تجاه القضية الفلسطينية باعتبارها إحدى ثوابت السياسة المصرية وجوهر قضايا الشرق الأوسط وذلك سعيا لاستعادة الشعب الفلسطيني لحقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة وفق مرجعيات الشرعية الدولية وشدد الرئيس على أن تسوية القضية الفلسطينية سيغير من واقع وحال المنطقة بأسرها إلى الأفضل من خلال فتح مسارات وآفاق جديدة للتعاون الإقليمي بين الحكومات والشعوب مشيرا إلى أن هذا التقدير ينبع من الواقع الذي عيشته مصر خلال تجربتها الرائدة بالمنطقة باختيار مسار السلام وممارسته فعليا على مدار أكثر من أربعة عقود من جانبهم أعرب وزراء خارجية الأردن وفرنسا وألمانيا عن التقدير لجهود مصر الحثيثة ومساعيها المقدرة في دعم القضية الفلسطينية مع الإشادة بدور مصر التاريخي في هذا الصدد وما يتميز به من ثبات واستمرارية بهدف التوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية فضلا عن الجهود المصرية لتثبيت الهدوء في قطاع غزة وتحسين الأوضاع الإنسانية والمعيشية والاقتصادية بالقطاع إلى جانب جهودها لإتمام عملية المصالحة وتحقيق التوافق السياسي بين جميع القوى والفصائل الفلسطينية نذهب إلى بوابة الأهرام ونتابع مدبولي الرئيس السيسي وجه بالانتهاء من مشروع تأهيل وتبطين الترع في زمن قياسي عقد دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مساء أمس اجتماعا عبر تقنية الفيديو كونفرنس مع وزراء الموارد المائية والريء والتنمية المحلية والتضامن الاجتماعي ووزير الزراع واستصلاح الأراضي ومسؤولي الجهات الأمنية المعنية وذلك لمتابعة الجهود التي تبذلها الجهات المختصة بتنفيذ مشروع تأهيل وتبطين الترع والمصارف بمختلف محافظات الجمهورية من واقع الرصد الميداني وبدأ رئيس مجلس الوزراء الاجتماع بالتأكيد على ضرورة بذل أقصى الجهود لانتهاء من تنفيذ المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع في زمن قياسي وفق توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وذلك من أجل ترشيد وتقليل الفاقد من المياه التي يتم هدرها في الشبكة المائية على مستوى المحافظات مشيرا إلى أنه يتم متابعة الجهود التنفيذية التي تقوم بها الجهات المعنية أولا بأول من خلال الرصد الميداني وعلى أرض الواقع وذلك حتى يتسنى دفع العمل بالمشروع وإزالة أي معوقات قد تعرقل التنفيذ وفي ضوء ذلك شدد مدبولي على ضرورة منع إلقاءية مخلفات في الترع مشيرا إلى أن هناك توجيها من الرئيس بضرورة القيام بتمهيد الطرق على جانبي الترع التي يتم الانتهاء من تبطينها وتأهيلها ورصفها بالخرسانة أو الأسمنت ليكون المشروع في صورته النهائية ذا واجهة حضرية مميزة كما وجه رئيس الوزراء وزير الموارد المائية والري إلى ضرورة قيام المقاول المنفذ لعملية تبطين الترع بنقل نواتج عمليات التكريك والتطهير إلى أقرب مقلب عمومي على أن يتم ذلك بالتنسيق مع المحافظين لتحديد المقالب العمومية بنطاق كل محافظة من بوابة أخبار اليوم نقرأ التضامن 65 مليون جنيه حزمة إعانات للمرضى وذوي الهمم بالمجان أكدت تأنيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي حرص البنك في استراتيجيته على خدمة المجتمع ودعم القطاعين الصحي والتعليمي بشكل أساسي لكونهما أحد أهم المجالات التي تؤثر بشكل مباشر في خطة الدولة للتنمية وذلك انطلاقا من الدور المجتمعي البارز لبنك ناصر الاجتماعي وأضافت أنه خلال العام المالي 2019-2020 تم تقديم حزمة من الإعانات والمساعدات العينية تشمل المساهمة في دعم المستشفيات والمعاهد الطبية بالأجهزة والتجهيزات الطبية لخدمة المرضى بالمجان ودعم ومساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة وتحويلهم إلى أعضاء منتجين في المجتمع من خلال المساهمة بجزء من قيمة الأجهزة التعويضية والطبية والدراجات البخارية والكراسي المتحركة وقد بلغ إجمالي المساعدات العينية حوالي 65 مليون جنيه تقريبا وأضحت القباج أن إجمالية دعم المقدم من البنك في مجال الصحة بلغ 21 مليون و 682 ألف جنيه وذلك من خلال المساهمة في دعم مستشفى جامعة القاهرة بجهاز رنين مغناطيسي لقسم الأشعة التشخيصية طوارئ بـ 13 مليون و 700 ألف جنيه تقريبا وتقديم جهاز سمع بالنغمات لوحدة السمع والاتزان بـ 136 ألفا و 800 جنيه من موقع مصراوي نتابع المالية توافق على التعاقد مع العاملين المؤقتين بالأعلى للأثار أعلنت وزارة الأثار موافقة وزارة المالية على تعديل الشكل التعاقدي لـ 202 من الموظفين مؤقت المجلس الأعلى للأثار العاملين بند أجر نظير عمل السراكي نقلا إلى الباب الأول أجور بموازنة المجلس مع الموافقة على أن يتقدم المجلس بمقترح لتثبيت تلك العمالة بعد مضي 6 أشهر من تاريخ التعاقد وأوضح أحمد رحيمة معاون الوزير لتنمية الموارد البشرية أنه تم تكليف اللجنة المشكلة بقرار الأمين العامل المجلس الأعلى للأثار رقم 5257 لسنة 2020 بتحرير العقود الوظيفية للمذكورين خلال شهر يناير الجاري مع مراعاة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة في مقر عمل اللجنة من بوابط الشروق نقرأ القوى العاملة لا يوجد تعينات في الحكومة من أربعة أعوام والخليج يطلب العمالة المصرية قال الدكتور محمد سعفان وزير القوى العاملة إنه ليس متوفر لدينا قاعدة بيانات ونستعين بالقواعد الموجودة في جهات معينة مثل التأمينات فوزارة الاتصالات تساعدنا في ذلك فالعمالة المؤمن عليها نأخذ بياناتها من هيئة التأمينات وأضاف سعفان أن أي شخص يعمل ويشعر أن صاحب العمل لا يؤمن عليه إذا جاء لمكتب العمل سيكون هناك إجراء ليس من خلال محضر ولكن سيتم التواصل مع صاحب المنشأة ليتم التأمين على الموظف وتابعا مشكلة صاحب العمل التثبيت بعد عام فاتحنا له أكثر من عام ولكن إذا أراد صاحب العمل أن ينهي عمل الموظف عليه أن يعوذ هذا الموظف وأردفى هناك وظائف تخصصية تصل فيها الأجور إلى سبعة وعشرة آلاف جنيه بخبرات معينة ولكن العمالة الفنية التي يتم تعيينها يكون لها أجر أقل متابعا حاولنا مع أصحاب الأعمال أن يكون هناك توحيد البداية في الأجر فكان هناك مشكلة أن البعض يتخيل أن التأمين في الوظائف الحكومية فالحكومة لا تقوم بأي تعينات منذ أربع سنوات وعن الاقتصاد غير الرسمي أوضح أن أحد أهم وظائف منصة سوق العمل هو البحث عن أزمة الاقتصاد غير الرسمي فهناك شريحة من هؤلاء يبحثون عن الأرباح فقط شريحة أخرى لأشخاص يجدون صعوبة في العمل الرسمي فيدخل فيما يسمى الاقتصاد الرسمي وهناك فرق كبير بين الشريحتين واختتم سعفان سيكون هناك تطبيق لتسجيل قاعدة بيانات للعملين بالخارج بالتعاون مع وزارة الخارجية لمساعدة الموظفين بالخارج مشيرا إلى وجود مكاتب في كل دول الخليج وفي أوروبا وعدد العمال يتراوح من 10 إلى 12 مليون من بوابة المصر اليوم نقرأ الصحة تسجيل 961 إصابة جديدة بفيروس كورونا و52 وفاء أعلنت وزارة الصحة والسكان أمس عن خروج 312 متعافيا من فيروس كورونا من المستشفيات وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 119212 حالة حتى أمس أوضحت الوزارة أنه تم تسجيل 961 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليا للفيروس وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تجريها الوزارة وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية لافتا إلى وفاة 52 حالة جديدة ويذكر أن إجمالية العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الاثنين هو 150753 حالة من ضمنهم 119212 حالة تم شفاؤها وثمانية آلاف و249 حالة وفاة من اليوم السابع نقرأ وزيرة الصحة تكشف تفاصيل السوق السوداء لتجارة الأكسوجين قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة إن منظومة متابعة أرصدة واحتياطات الأكسوجين في المستشفيات تخضع لبرنامج مميكن ودقيق منذ الموجة الأولى حيث يقوم بربط كافة المستشفيات في جميع أنحاء الجمهورية بشكل مميكن عبر وزارة الصحة ويتم تحديث البيانات كل ست ساعة وعن أزمة نقص الأكسوجين قالت الوزيرة إن الدولة تكاتفت في ذلك من أجل التغلب على كافة العقبات والحفاظ على حياة المصريين وتابعت توسعنا في الانتاج فقمنا بافتتاح مصنع بشاري للحديد والصلب لاستئناف إنتاج الاستوانات وأصبح ينتج نحو 200 طن يوميا وهو ما لا يقل عن 40% من الاحتياج اليومي فضلا عن المخزون حيث استطعنا العمل مع الشركات القومية والخاصة مشددة على أن خلية إدارة الأزمة الخاصة بالأكسوجين منعقدة على مدار الساعة مضيفة لدينا مخزون من الأكسوجين يصل لـ 40 ألف لتر في القاهرة ومثله في الصعيد من بوابة الوطن نتابع مهلة أخيرة وفوائد وتيسيرات تفاصيل التصالح في مخالفات البناء قال الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية إن عدد طلبات التصالح في مخالفات البناء التي تم استقبالها في الوحدات المحلية والمراكز التكنولوجية بمختلف المحافظات وصلت لـ 2 مليون و700 ألف طلب تصالح حتى الآن وأضاف أن مدى فترة تلقي طلبات التصالح حتى نهاية مارس المقبل بقرار من مجلس الوزراء تعد آخر مهلة للتصالح وعلى الراغبين في التصالح الإسراع بتقديم الطلبات خلال شهر يناير الجالي حيث سيتم سداد 30% جدية التصالح ومن يتقدم بطلب تصالح في شهر فبراير يسدد 35% جدية التصالح أما شهر مارس يسدد 40% جدية التصالح داعياً المواطنين إلى استغلال الفرصة التي أتاحتها الدولة للتصالح وتقنين الأوضاع ننتقل إلى الشأن العربي والدولي ومن موقع سكاي نيوز نقرأ النواب الأمريكي يبحث مساءلة ترامب الأربعة قال زعيم الأغلبية في مجلس النواب الأمريكي ستيني هوير إن من المتوقع أن يبدأ المجلس بحث إجراء مساءلة ثانية للرئيس دونالد ترامب يوم الأربعة وذلك بعد اتهامه رسمياً بالتحريض على التمرد قبيل اكتقام مبنى الكونغرس الأسبوع الماضي وذكر معاون بمجلس النواب أن هوير أبلغ رفاقه الديمقراطيين بأن المجلس سيبدأ إجراءات المساءلة يوم الأربعة إذا لم يرد مايك بينس نائب الرئيس على طلب لتفعيل التعديل الخامس والعشرين من الدستور الأمريكي لعزل ترامب وطرح الديمقراطيون رسمياً تشريعهم الخاص بالمساءلة والذي يتهم ترامب بالتحريض على التمرد من موقع العربية نتابع الغضب يتزايد تحرك جديد في تونس لسحب الثقة من الغنوشي بدأت كتلة الحزب الدستوري الحر الذي تقوده عبير موسي في جمع التوقيعات لإمضاء عريضة جديدة تستهدف سحب الثقة من رئيس البرلمان راشد الغنوشي وذلك بعد تزايد الدعوات النيابية لعزله من منصبه وارتفاع درجة التذمر من أدائه وممارساته على رأس المؤسسة التشريعية ومن تفاقم تجاوزاته القانونية وخروقاته السياسية ووضحت الكتلة في بيان أمس لاثنين أن الغنوشي أصرر على الانقلاب على الجلسة العامة وإلغاء دورها والسطو على إرادة النواب وفرض تمرير قرارات داخل مكتب المجلس بالقوة وخرق القانون كما اعتبرت أن هذه الممارسات أصبحت تهدد مؤسسات الدولة وتنبئ بنية مفضوحة للانقلاب على الشرعية والتغول داخل البرلمان لتنفيذ مخطط سياسي مجهول المعالم والعواقب وشددت على أن بقاء الغنوشي على رأس البرلمان أصبح يمثل خطرا على الأمن القومي للبلاد ويجب وضع حد له وارتفعت الأصوات داخل البرلمان المحذرة من تداعيات استمرار بقاء الغنوشي في منصبه على الأداء البرلماني وعلى مستقبل الاستقرار السياسي في البلاد وفي هذا السياق أكد النائب عن الكتلة الديمقراطية هشام العجبوني أن وضع البرلمان لن يتغير إلا برحيل الغنوشي الذي وصفه بالرئيس الكارثة واتهمه بتطويع وتأويل النظام الداخلي والتعسف على الإجراءات بدعم من حلفائه من أجل خدمة أهدافهم كما أضاف في تدوينة على صفحتي بموقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي أقولها وأعيدها راشد الغنوشي أسوأ رئيس مر بالبرلمان التونسي ولن يكون هناك أسوأ منه وشخصيا أدعوه للاستقالة حفظا لماء وجهه وتغليبا للمصلحة الوطنية هو جزء من المشكلة ومن حالة التوتر والتشنج والإرباك داخل البرلمان ولن يتغير وضع البرلمان إلا برحيله بكده بتكون انتهت جولتنا في الصحافة ودلوقتي هنتابع معا تقرير عن حصاد مواجهة الشائعات خلال عام 2020 نتابع ترجمة نانسي قنقر نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريرا تضمن إنفجرافات سلطت الضوء على حصاد مواجهة الشائعات وتوضيح الحقائق على مدار عام 2020 وأظهر التقرير أن عام 2020 كان من أكثر السنوات استهدافا بالشائعات على مدار الأعوام الستة الماضية بنسبة بلغت 29.9% وذلك مقارنة بـ 26.1% في عام 2019 و16.9% في عام 2018 و12.2% في عام 2017 و8.5% في عام 2016 و4.1% في عام 2015 و2.3% في عام 2014 وفيما يتعلق بالشهور التي شهدت تدول أكبر عدد من الشائعات على مدار عام 2020 أوضح التقرير أن شهر إبريل جاء في المرتبة الأولى بنسبة 11.5% ثم شهر ديسمبر بنسبة 10.5% ومايو بنسبة 10.2% بينما بلغت في نوفمبر 9.8% ويونيو 9.7% وأكتوبر 8.1% وسبتمبر 7.8% ويوليو 7.6% وأغسطس 8.10% ومارس 6.5% ويناير 6.5% وفبراير 5.5% هذا وقد كشف التقرير أن قطاع الاقتصاد كان أكثر القطاعات استهدافا خلال شهر يناير بنسبة 20.3% بينما احتلت الصحة الصدرة على مدار الشهور الستة التالية حيث وصلت نسبة الشائعات الخاصة بهذا القطاع في فبراير 31.3% وفي مارس 39.4% وإبريل 37.3% ومايو 36.5% ويونيو 28.6% ويوليو 21.3% بينما أصبح التعليم الأكثر استهدافا في أغسطس بنسبة 22.4% وسبتمبر بنسبة 34.3% وأكتوبر بنسبة 29.4% في حين عادت الصحة المقدمة في نوفمبر بنسبة بلغت 19.1% وديسمبر بنسبة 27.3% وبالنسبة لترتيب القطاعات طبقا لنسبة استهداف الشائعات جاء في التقرير أن الصدارة كانت لقطاع الصحة بنسبة 24.1% تلاها التعليم بنسبة 18.4% والاقتصاد بنسبة 15% والتموين 9.8% والزراعة بنسبة 9% والإسكان بنسبة 4.3% والسياحة والأثار بنسبة 4.1% والتضامن الاجتماعي بنسبة 4% والوقود والكهرباء بنسبة 4% والإصلاح الإداري بنسبة 4% والقطاعات الأخرى بنسبة 3.3% ووفقا للتقرير فإن نسبة عدد الشائعات المتعلقة بجائحة كورونا بلغت 51.18% من إجمال عدد الشائعات مشيرا في الوقت نفسه إلى ترتيب القطاعات وفقا لنسبة استهدافها بشائعة كورونا حيث جاءت الصحة في المقدمة بنسبة 51.4% والتعليم بنسبة 18.1% والاقتصاد بنسبة 18.1% والتموين بنسبة 5.2% والسياحة والأثار بنسبة 4% والقطاعات الأخرى بنسبة 3.2% كما استعرضت تقرير ترتيب الشهور وفقا لمعدل انتشار شائعات كورونا مبينا أن شهر إبريل احتل الصدارة بنسبة 20.1% ومن ثم مايو بنسبة 16.5% ويونيو بنسبة 14.4% ويونيو بنسبة 14.4% وديسمبر بنسبة 13.7% ونوفمبر بنسبة 10.4% ومارس بنسبة 5.4% وأكتوبر بنسبة 5.1% ويوليو بنسبة 14.2% وأغسطس بنسبة 3.6% وسبتمبر بنسبة 3.6% وفبراير بنسبة 1.6% ويناير بنسبة 1.4% هذا وقد رصدت تقرير مجموعة من الشائعات التي استهدفت تشويه الإنجازات ومن بينها توقف العمل بالمبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم انتظار العمليات الجراحية الحرجة وإقار الحكومة قانونا يحصن صندوق مصر السيادي ضد الرقابة والمساءلة وتخفيض رواتب موظف الجهاز الإداري للدولة غير المنتقلين للعاصمة الإدارية الجديدة وتعديل خطة الموازنة العامة للدولة واستقطاع 100 مليار جنيها منها لمواجهة تدعيات انتشار فيروس كورونا وأيضا تضمنت هذه الشائعات تراجع إيرادات قناة السويس بنسبة 20% بالتزامن مع اتخاذ السفن مصارات بديلة وتطوير المناطق التاريخية بالقاهرة بطرق عشوائية بالإضافة إلى التهجير القصري لأهالي العشوائيات بمختلف المحافظات دون تعويضهم وفشل منظومة التأمين الصحي الشامل ببورس عيد نتيجة لنقص الأطباء وتقليص المخصصات المالية لبرامج الحمال الاجتماعية بموازنة العام المالي 2020-2021 فضلا عن توقف العمل بمشروعات الهيئة القومية للأنفاق بسبب أزمة كورونا وإلى جانب ذلك رصد التقرير مجموعة من أخطر الشائعات التي تم تدولها خلال عام 2020 والتي تمثلت في انتقال عدوى الفيروسات أثناء عملية التبرع بالدم بالمستشفيات الحكومية وإجراء جلسات الغسيل الكلوي لمصاب كورونا مع المرضى الآخرين بالمستشفيات الحكومية وعجز في أجهزة الدولة وحدات الرعاية المركزة أو مستلزماتها بالمستشفيات الحكومية وتوزيع كمامات مصنعة من مواد غير طبية بمستشفيات العزل الصحي والتخلص من النفايات الطبية الخاصة بمستشفيات العزل بطريقة غير آمنة ومن بين أخطر الشائعات كذلك نشر الحكومة لافتات إعلانية ببعض محافظات الجمهورية تحمل عبارة الخطر يقترب لإثارة الهلع بين المواطنين واستيراد شحنة لحوم مصابة بفيروس كورونا واستخدام وزارة الصحة لقاحية الدرن والحسبة للوقاية من فيروس كورونا وانتشار وباء الالتهاب السحائي بمختلف محافظات الجمهورية وعدم صلاحية جميع طفايات الحريق المستخدمة في مصر كما عرض التقرير بعض الشائعات غير المنطقية والتي تعد الأغرب على مدار العام وفي مقدمتها حرق جثامين ضحايا فيروس كورونا وإيقاف عقود الزواج لمدة عام بداية من يوليو القادم وتكليف الأطباء حديث التخرج بمهام التمريض في نظام التدريب الجديد وصدور قرار بفرض رسوم على الطلاب عند الدخول للجامعات وتداول منشور بزعم إقرار خصومات على رواتب المعلمين المتغيبين جراء إصابتهم بفيروس كورونا وفي نفس السياق تم الترويج لشائعات عن تغيير الأطفال حقا كتطعيمات ضد شلل الأطفال تسبب العقم وإجبار الأهالي بالأسكندرية على توقيع إقرارات لإبقائهم بالمنازل المعرضة للسقوط وتحويل المكتبات المدرسية لفصول دراسية مراعاة لقواعد التباعد الاجتماعي بالمدارس واستبعاد المواطنين من الدعم التمويني خلال فقدنا الرقم السري للبطاقة التموينية وتحميل المواطنين نفقات تعقيم وتطهير المساجد وأخيرا أشار التقرير إلى أن بعض الشائعات التي تقررت وتم نفيها أكثر من مرة ومن بينها فرض ضريبة 150 جنيها على تصريح دفن الموتى وبيع عدد من الأثار المصرية لصالح جهات أجنبية وتعرض قناة السويس لخسائر فادحة نتيجة أزمة كورونا واستخدام شحنات دقيق فاسدة في إنتاج الخبز المدعم وظهور سلالة جديدة من إنفلونزا الطيور في مصر وشملت الشائعات المتكررة كذلك تأجيل صرف منحة العمالة غير المنتظمة ووقف تداول العملات الورقية بالتزامن مع بدء إصدار العملات البلاستيكية وفرض ضرائب على ودائع المصريين بالبنوك وتسريح عددا كبيرا من موظف الدولة بالتزامن مع تنفيذ خطة التأهيل الإداري تمهيدا للانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة وانتشار أسراب من الجراد الأسود بالمناطق الحدودية المصرية شهدية الكرام الأيام اللي فاتت الرئيس عبد الفتاح السيسي دع مجلس النواب الجديد لانعقاد وطبعا زي ما حضراتكم عارفين أن الجلسة النهاردة هتكون جلسة إجرائية الجلسة الإجرائية بيتولى رئيستها أكبر الأعضاء سناً بيعاونها أصغر عضوين بالمجلس الجلسة هتشهد حلف اليمين الدستوري للأعضاء ده بالإضافة لانتخاب هيئة مكتب المجلس يعني الرئيس والوكيلين أكيد النهاردة مشهد محتاج أن نقف أصاده لأنه المجلس المراضي مختلف لأنه متنوع للتجاهات وأيضا هناك تمثيل لحزب لم تشهده القبة من قبل أيضا خليني أقول أن المجلس المراضي مختلف لأنه تمثيل المرأة والشباب في هذا المجلس مختلف عن المجالس السابق خلونا نتكلم عن اليوم المهم النهاردة ده مع الأستاذ عبد الناصر أنديل مدير المجموعة المصرية للدراسات البرلمانية سبعا خلي أستاذ عبد الناصر سبعا خليا أستاذ عبد الناصر سبعا خليا أستاذ كنا تقابلنا أيام الانتخابات ودينا النهاردة بنحضر إن شاء الله الجلسة الأولى والجلسة الإجرائية حضرتك خليني في البداية لأنه كلام كتير أولي من دول شايف شكل المجلس 2021 إزاي؟ شوفي يعني إحنا قدام مجلس الأمال والطموحات وده مصطلح جديد شوية على الحالة المصرية يعني إحنا بقالنا عشر سنين كل المجالس بتاعتنا كانت جاية في ظروف استثنائية مجلس 2010 وشوفنا اللي حصل بعد تشكيله بأقل من 57 يوم مجلس 2012 اللي هو ست شهور ورحل مجلس 2015 اللي جي في لحظة مصر فيها بتكافح الإرهاب وتحاربه وهناك قوة دولية كثيرة كانت متحفزة للحالة المصرية النهاردة إحنا قدام مجلس حر مجلس أتى تعبير عن إرادة المصريين فهذا المجلس يتسم أولا بأنه أتى بنغبة شبه جديدة على الحالة النيابية المصرية إحنا بنتكلم على 391 نائب ساحرفون اليمين اليوم هم نواب جدد و 176 نائب فقط هم أعضاء من البرلمان الباضي وبالتالي ده ملمح مهم متوسط العمر نزل في عضوية هذا المجلس خمس سنين وده أمر مهم جدا بيعني حيوية وكفاءة ورغبة أكثر في التواجد والبروز داخل الأداء البرلماني عندنا 13 حزب سياسي منهم 12 خاضوا لانتخابات وفقا لقائمة مشتركة وبالتالي فرص التقارب والتعاون في العمل النيابي هتكون أعلى بشكل كبير جدا عندنا لأول مرة من عقود طويلة حزب للأغلبية موجود على الأرض وبالتالي هذا الحزب سيمارس دوره كحزب للأغلبية في توجيه مسارات العمل النيابي بشكل كبير جدا اللي هو مستقبل وطن اللي هو مستقبل وطن 316 مقعد حصتهم من ال592 مقعد اللي حسن طبعا إحنا عندنا للأسف الشديد في أربع مقعد ستكون غائبة اليوم مقعد لأن الانتخابات لم تجرع لي اللي هو مقعد دير مواس و3 مقعد نتيجة وفاة المرشحين الذين فازوا بهذه المقعد هتتعامل لهم انتخابات أخرى بقى في مقعد سيعلن خلوه ثم شغله بكرة أو بعده بالكتير اللي هو مقعد القائمة بتاع المرحوم فوزي فتة ده الاحتياطي بتاعه لأنه قائمة سيحل محل التلت مقعد الأخرى سيعلن بمجرد انتخاب الرئيس المنتخب للمجلس خلوه هذه المقعد واختار الهاية الوطنية لإجراء الانتخابات خلال ستين يوم خلينا نشوف تقرير عن اليوم النهاردة حيبقى عمل إزاي ونرجع نكمل ده تبدأ اليوم أولى جلسات دور الأنعقاض الأول للفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب 2021 ومع بداية كل فصل تشريعي جديد للمجلس نشهد الجلسة الإجرائية الأولى التي دع لها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وينظم هذه الإجراءات اللائحة الداخلية للمجلس بشكل مستفيد باعتبارها المنوض بتحديد اختصاصات المجلس والمحفظة على النظام داخله وتحديد حقوق وواجبات الأعضاء والإجراءات والأعمال البرلمانية ولا علاقة بين المجلس وغيره من السلطات والجهاد مواب الشعب لهم مسئولية في أنهم كل أمر يبقى محل تشكه وأنا بقولها عن هوا تصدوا وعملوا الجال وفتشوا وعملوا تقارير واعلنوها للناس إن كان في قصور من الدولة نعلنهم نحن مش كاملين يمكن في غير كده نوضح الحقيقة للناس تأتي أولى هذه الإجراءات رئاسة أكبر الأعضاء الحاضرين سنة للجلسة الافتتاحية ويعامله أصغر عضوين بالمجلس وطبقا لما أعلنته الأمانة العامة لمجلس النواب فسوف تترقص الكاتبة الصحفية فريدة الشباشي عضو مجلس النواب الجلسة الافتتاحية التي تستبدأ أعمالها بعد قليل ووصفها أكبر الأعضاء سنة في بداية الجلسة يتم قراءة قرار الرئيس بتعوة المجلس المعاقض ثم تلاوى قرارات الهيئة الوطنية لانتخابات بنتيجة الانتخابات ثم يبدأ رئيس الجلسة بتلاوة القسم وبعده أصغر عضوين الموجودين بجانبه على المنصة ثم يبدأ أعضاء المجلس تلاوة القسم والذي ينص على أكسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري وأن أحترم الدستورة والقانون وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضي ويتولى رئيس المجلس المؤقت أمرين همين في بداية الجلسة الإجرائية وهو دعوة النواب لأداء اليمين الدستوري وهي الخطوة الثانية التي يكتسب بموجبها مهام العضوية أربا اللمانية ويعقب ذلك فتح باب الترشح لمنصب رئيس المجلس وهي الخطوة الثالثة لصحة انعقاد الجلسة الإجرائية وتقدم الترشحات لرئيس الجلسة خلال المدة التي يحددها ويجري الانتخاب بالاقتراع السري في الجلسة الإعلانية أو أكثر ويعلن رئيس الجلسة انتخاب رئيس المجلس والذي يبدأ في مباشرة مهام الرئاسة فور إعلان انتخابه وتتوقف الجلسة للحظات يتم فيها تسليم المهام من الرئيس المؤقت للجلسة الإجرائية إلى رئيس المجلس المنتخب لمدة الفصل التشريعي ويعقب ذلك فتح الباب لإجراء الانتخابات على منصب وكيلي المجلس وهي خطوة الإجرائية الرابعة وتتم نفس الإجراءات التي شهدتها الانتخابات على مقعد رئيس المجلس ويخطر رئيس المجلس رئيس الجمهورية بتشكيل مكتب المجلس فور إعلانه ويباشر كل من الرئيس والوكيلين اتصاصاته مدة الفصل التشريعي الذي انتخبه فيه وحتى نهاية اليوم السابق لابتتاح الفصل التشريعي التالي وذلك بمرعاة أحكام المادة 106 من الدستور وإذا خلى منصب الرئيس أو أحد الوكيلين انتخب المجلس من يحل محله إلى نهاية الفصل التشريعي وإذا خلى منصب رئيس المجلس بما بين أدوار الإعاقاد تولى أكبر الوكيلين سناً ثم الحاصل على أعلى الأصوات منهما مهام الرئاسة بصفة مؤقتة وذلك حتى انتخاب الرئيس الجديد أستاذ عبد الناصر يعني بعد ما شفنا تقرير عايزين نقف بقى بالتفصيل عند نقطة نقطة واحد الشباب والمرأة حضرتك يعني كنت بتقول أنه هذا المجلس تم انتخابه بطريقة حرة ولقينا فيه نسبة كبيرة من الشباب والمرأة ده ممكن ينعكس إزاي على إداء المجلس؟ شوفي يعني أحنا عندنا فيه مجموعة من الفئات منسميها الفئات الأولى بالرعاية وده نتيجة أن النظم الانتخابية المباشرة نتيجة سلوكيات وثقافة زينا معاناة بتسيطر على المجتمعات بتبقى مواقفها غير جيدة تجاه هذه الفئات عشان كده بيبقى المطلوب وفقا لمواصيق دولية واتفاقيات توقع عليها الدول مزيد من الدعم لصالح تلك الفئات ولا يعد هذا الدعم تمييزا ده نقطة بتبقى مهمة جدا عشان البعض ده في الدستور ده لا في الدستور وفي الشرعة الدولية يعني حتى القاعدة الدولية لا تعتبر أنك لما تدعم المرأة بتخصيص مقاعد أنت تمارسي تمييز لصالح لا ده حق وواجب على الدول أن تذهب إليه وبالتالي تعديل النص الدستوري خصص للمرأة ما لا قل عن 25% من إجمال عدد مقاعد المجلس والمرأة ستتجاوز هذا الرقم بالفعل لأن عدد أعضاء المرأة هو 163 عضو موجودين في المجلس الحالي وده رقم غير مسبوق أبدا في تاريخ الحال يا بي بالعكس لو استبعدنا المجلس الماضي اللي كان فيه 90 امرأة تقريبا هذا العدد يوازي عدد تمثيل المرأة في الخمسين سنة اللي فات منذ معرفة مصر بالحياة وده رقم مهم يخليني أقول أن قضايا المرأة قضايا الأحوال الشخصية قضايا تمكين النساء من تولي المواقع القادية ستشهد طفرة في الأدب الثقافة المجتمعية التمييزية ضد المرأة ستتراج بروز رموز من النساء بتمارس دور نيابي جيد يمكن أن يدعم الزهاب إلى نظام انتخابي حر تتكافى فيه الفرص أمام جميع المواطنيين وده أمر من الأمور اللي بيطالب بها المصريين بشكل كبير جدا عشان كده تجربة المرأة هي من التجارب اللي مهم جدا دعمها والتركيز عليها خصوصا أن عدد من هؤلاء النواب ودي ميزة جديدة أن نواب هذا المجلس فيهم جزء من نائبات المجلس الماضي وبالتالي فيه خبرات برلمانية ترقمت فيقدروا يمارسوا الدور بأريحية أكبر نمرهت اتنين ظهور عدد غير قليل من النائبات هم قيادات في العمل الأهلي والمدن يعني بيمارسوا العمل على الأرض بالفعل يعني لما لاقي رئيس الجمهورية من ضمن المعينين واحدة من الفتيات من محافظة اسكندينية من أبرز رموز العمل الأهلي والفاعلين في مبادرة تحيا مصر وفي الصندوق السيادي فيما يتعلق بالخدمات الأهلية فده نقطة مهمة جدا هنشوف لما لاقي التنسيقية موجودة والتنسيقية تقريبا 57% من نوابها هم فتيات تنسيقية شباب الأحزان تنسيقية شباب الأحزان 57% من نوابها هم فتيات وهؤلاء الفتيات بدأوا بالفعل في ممارسة عمل على الأرض في أماكن مختلفة ده يديني تفاؤل بشكل جير جدا فيما يتعلق بقادرة المرأة والتنسيقية السياسية السياسي للنساء وده أمر كنا يعني أحد المطالب الأساسية للإصلاح السياسي في مصر عبر العقود الماضية من كافة القوى السياسية الشباب ومخفاض معدل للعمر الديني حيوية في أداء المجل احنا بنتكلم تقريبا 47% من تركيبة المجلس الحالية تحت سن 45 سنة ده رقم كبير جدا في العمل النيابي والعمل خصوصا لما جاء أكلمت مثلا أني كان متوسط العمر 54 سنة في برلمان 2010 النهاردة لما تكون بتكلم في أنه متوسط العمر لهذا البرلمان تقريبا 48 سنة أو 9 شهور فده يعني معدل مهم جدا لازم نحطه في اعتبارنا لما بص ألاقي أني وكلاء المجلس بالسن النهاردة اتنين شباب لما تجاوزوا 26 سنة احنا ما كناش منشوف العمر ده اتدعنا كان عضوية المجلس المحلي لهذا السن كمان بتبقى صعب وبالتالي ده الدحاوية يديني نوع من أنه وكلاء المجلس وكلاء السن وكلاء السن اللي هيبقوا أيهم مع الأستاذ فريد يعني احنا لسه ما عملناش فاطمة سليم اللي هما الاتنين المعاونين اللي هبقوا موجودين فهم نسميهم رئيس السن ووكلاء السن لأنهم بيدلوا الجلسة بهذه الصفة لحد ما يسلموا لكن دي كمان رسالة مهمة جدا بتشجع هذا الجيل على التواجد على الفعالية على الأداء بشكل مختلف جدا احنا لو بصينا على الحملات الانتخابية نفسها وشوفنا تأثيرات ظهور الشباب هلايناك تأثيرات مهمة جدا وكمان انعكاس ده على خروق قطاعات من المواطنين للمشاركة في العمل العام كانت أعلى يعني لو حضرينك متذكرة احنا كنا أثناء عمليات التصويت كلافة انتباهنا السن الصغير اللي موجود قدام اللي جانس سواء من الشباب أو من الفتيات ما عادش منتكلم عن عزوف هذا القطاع عن المشارك وبالتالي دي رسالة مهمة جدا شايفين انها يبقى لها انعكاس كبير عايز اقولك كمان توقعي متغيرات كبيرة في تشكيلات اللي جانة النوعية على يوم الخميس القادر لتمكين هذا القطاع من الأعمار في داخل هذه اللي جانة النوعية بس دلوقتي يمكن المواطن المصري بيبقى الآن شوية على طول عنده حالة القلق فلما لاقي حزب هو الأغلبية داخل البرلمان هل ده شيء إيجابي في الوقت الحالي يمكن عشان حددتك قلت برلمان 2010 يعني برجع لبرلمان 2010 طيب ما هو نفس الحاجة في البرلمان ده لا احنا عندنا بصي شوفي هقول لها حالة المتغير يعني أولا وجود حزب أغلبية ده أساس للعمل النيابي أي برلمان يخلو من حزب لديه الأغلبية ما بيبقاش برلمان بيبقى ساحة للتنازع على الاقتتال السياسي لأن كل الأطراف قادرة على الهياج بدون الإنتاج فعشان كده لو هللاحظ إن دستور 2014 خوفا من مخاطر غياب هذا الحزب حط نص يسمح بتشكيل اقتلافات وعشان كده احنا في 2015 لما كانش عندنا كان أكبر حزب سياسي موجود داخل المجلس عنده 65 كورس وبالتالي ما تقدريش لو حبيتي تشكيل الحكومة ما عندكيش قوة برلمانية تقدري تتحاول معاه لو حصل تنازع على منصب رئيس الوزراء ودوارد إن رئيس الجمهورية يقتار مرشح لشغل منصب رئيس الوزراء لا تقبله الأغلبية البرلمانية أو عدد من إنه يبتابر رئيس بحكم الدستور مجبر إنه يتفاوض مع الأكسرية البرلمانية حول المرشح التالي لو حصل خلافة على المرشح الأساسي لي طب إذا ما عنديش حزب أغلبية حانا تفاوض مع مين يبقى دي ظاهرة صحية بالضبط أنا عايز أقولك بقى خد يبقى لك منخفيه خطر إنه لو ما تمش الاتفاق مع حزب أكسرية على اسم رئيس الوزراء تتحلل برلمان ده يبقى لك خطورة وجود لازم يكون عندي كانت الأكسرية أعتقد كمان إنه المواطن المصري والعربي بشكل عام اللي بيتابع المشهد السياسي في الولايات المتحدة الخناء اللي حصل على الحزب الجمهوري والحزب الديمقراطي في الكونجرس ومجلس النواب يعني أساسا خلاص يبقى الحزب الديمقراطي بقى عنده الأغلبية بقى له تأسير على القرار يعني ده شيء طبيعي في كل المجالس كل دول العالم المتقدم هناك حزب للأغلبية تتبادلوا حقوقها سياسية مختلفة جايز خذ بالك الحزب اللي كان عنده الأكسرية المرة اللي فاتت مش موجود النهاردة حزب مستوى بالوطن الدورة اللي فاتت كان كل اللي يملكه 54 مقعد داخل البرلمان وبالتالي الإرادة الحقيقية هي إرادة شعب فحزب الأغلبية هنا هيسمح لي بوجود رأس يمكن الحوار معها يمكن إن أنا تفاوض معها لو عايزة عد الحكومة لو عايزة مرر تشريع معين يبقى فيه قتلة برلمانية يمكن إن أنا أبني عليها الأداء البرلماني فعشان كده الدستور كان ملزم بهذا النص العكس بقى إحنا ممكن ما نحتاجش لإقتلاف يعني فكرة نشأة إقتلاف زي دعم مصر قد لا يقول لها لزوم هذه المرة لإن أنا عندي كيان للأغلبية موجود لكن ما نقدرش نستبعد إن بعض القوى اللي شاركت في صياغ التحالق القائمة الوطنية تقرر إنها تنصق جهدها مع بعض فتتحول إلى كيان أكبر بقى لإن فيه قرارات برلمانية تستدع أغلبية التلتين وبالتالي مش قصة إن أنا معايا الأغلبية زي مستقبل وطن وصابل وطن كده حياخد البرلمان ما هو عايز لا مش صحيح لإن القرارات الرئيسية اللي ممكن تمثل خطر على الدولة تستلزم أغلبية خاصة لا يمكن لحزب الأغلبية بمفرده إن يحقق وده مختلف عن تجربة 2010 لإن في تجربة 2010 كان فيه ما يسمى الهيمن المطلقة أيها ماهيش موجودة النهاري وما حدش أصلا مستعد إنه يقبل به وبالتالي لا التفاؤل بوجود مستقبل وطن كحزب الأغلبية هو نفسه حط نفسه في موضع للمحاسبة والمسائلة مهم جدا ناخد بالنا منه وهم بدأوا بالفعل لما البعض تحدث أمس إن مستقبل وطن يوزع مقاعد اللجان النوعية توزيع جغرافي رئيس الحزب بالتالي طلع طلع الأمين العام بنفسه وعقد اجتماع أمس للتأكيد على أن هذا غير موجود على الأرض وبالتالي السلوكات دي احنا عايزين نشجعها ونميها علشان تبقى سلوك رئيسي الكل بيلتزم بيه في عمل النياب القادر وكمان عايز أقول لحدتك زيادة في دائل هيئة العليا لحزب مستقبل وطن كانت في اجتماع دائم بالليل علشان برضو الرد على بالزبط دي مهم اللي لازم يقوم بيها من دلوقتي طيب احنا زي ما احنا شايفين كده انه اكبر الاعضاء سنن حيترقس الجلسة مع الاتنين المعاونين الاصغر سنن وحيتم تلاوة قرار رئيس الجمهورية بنعقاد البرلمان وبعد كده حيبتدوا بحلف اليمين مظبوط؟ هما في النص يعني هو في مجموعة قرارات تطلى قرار دعوة المجلس للانعقاد ثم قرارات الهيئة الوطنية لعلان نتائج الانتخابات اللي هي 52 و79 و86 و90 ثم قرار رئيس الجمهورية بالمعاينين ثم يبدأ بعد ذلك حلف اليمين حلف اليمين للأعضاء للأعضاء بدءا يبدأ رئيس السن ثم وكيلي السن او المعاونين ثم تلاوة الأعضاء وفقا لقوائم عضويتهم بارقامهم في العضوية طيب تلاوة يعني احنا الوضع اللي العالم فيه احنا عدد العضاء قد ايه تقريبا احنا عندنا 592 طيب 592 هاخش وقاع ازاي؟ لا معه هنا عشان اجراءات الا اجراءات الاحترازية ما انا بس اجراءاتها هيحصل ايه؟ المجلس النهاردة الساعة الحديثة عشر سيدعى النواب الفائزون على المقاعد الفردي الفردي المستقل فردي مستقل لا فردي كامل كل الفردي اللي هما احنا عندنا مفروض ان المقاعد الفردية 241 281 مقاعد لان فيه 3 مقاعد مش موجود لحد الساعة 2 الساعة 1 ايسف هيخلصوا حلف اليمين اللي هو من 11 الواحدة الفردي الفردي هيحلف هيخرجوا هتعقم القاعد مرة تانية ثم سيدخل اعضاء القوائم لحلف اليمين ايضا ثم يبدأ بعد ذلك اجراء العملية الانتخابية عملية الانتخابية الايه للرئيس والوكيلين للرئيس والمدنس ثم الوكيلين بالتتابع الرئيس ثم الوكيلين الرئيس طيب لما هتبدأ العملية الانتخابية هما هيخشوا لا الاعضاء القوائم ده بقى من ضمن التنظيم المهم ايوه انا عايز افهم برضو عايز افهم اعضاء القوائم قاعدين هينتخبوا هما قاعدين مش هنقرجهم بقى ويخرجوا تتعقم القاعة يدخل أعضاء الفردي ينتخل يبقى أعضاء القوائم هيدخلوا الساعة اثنين هيقوموا بالمهمتين هيحلفوا اليمين ثم يجروا عمليات الاختراع هيحطوا أصواتهم في عمليات الاختراع وبعدين يخرجوا فيعود نواب الفردي لاستكمال باقي الإجراءة وبس ده النهاردة بالضبط مش هتنعقد جلسة لا 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 الجلسة النهاردة هي جلسة إجرائية خاصة بحلف اليمين لبدء مباشرة الأعمال وانتخابها إيه تنوات بس عايز أقول لك نقطة تاريخية مهمة هنا هده نكون بنا منها الجلسة الافتتاحية في 10 يناير 2015 كانت سببا في تعديلين دستوريين مهمين عشان كده النهاردة احنا عم بص على الجلسة واحنا مرتاحين أكثر حصل سلوكين مهمين جدا واحد فيهم حصل في 2012 ثم تكرر جزئية مشكل مش جايد في 2012 اللي هو ادخال عبارات وجمل على نص القصر ايوه لا افتكرت افتكرت في 2012 افتكرت في 2015 ايوه فعشان كده الدستور عدلت المادة 104 الخاصة بإعلان القسم فأصبح القسم زي ما تقال في التقرير ينطق بنص دون ادخال بالزيادة أو بالنقصان عليها ولو حد عمل كده يحصل له ايه ما أنا عندي هنا الجريمة التانية اللي هي اللي هي الجريمة التانية اللي هي أني أثناء الاشتباك اللي حصل في 2015 النائب الذي أدخل على القسم تعديلات وترفت عليه الحصانة خلاص من دهنا اللي ترفع عليه أب الزبط هو نفسه أهانة دستور فأصبح في عقوبة موجودة اللي هي أهانة الدستور المصري عقوبتها بقى عقوبتها شطبه من العضوية من العضوية حالة الاجنة القيام وشطب عضويته لأنه هنا ليس عضوا للبلد وكان مفروض ده يحصل مع النائب اللي مارس هذا السلوك لكن نتيجة أدخل معانا ما حصلش حالة الاجنة القيام لكن ظلت عضويته نفسها لحد بس هو ناخد بالنا أنه هو أعادل القسم مرة ثانية بنصه بعد الاعتراضات فالنهاردة لا هنلاقي نائب يدخل جمل على القسم ولا نائب يقول كلام خارج الموضوع لا سنجد صورة نيابية طليق بالدولة المصرية في هذه اللعبة دايما من ساعة ما سيادة الرئيس دعا لانعقاد مجلس النواب اليوم وأيضا صدر قرار التعيين عدد من 28 عضو والناس معتقدة أنه سيادة الرئيس هيحضر الجلسة النهاردة يعني دايما هو الرئيس النهاردة رايح البرلمان يعني ألاقي الناس بتسألني هو الرئيس رايح البرلمان الجلسات لفتاحية الجلسة الإجرائية رئيس الجمهورية لكن رئيس الجمهورية يدعو البرلمان وده بيدعو البرلمان لاجتماع ما يلقي بيانة على البرلمان لكن ده حق لرئيس الجمهورية وهو الذي يحدد موعده عشان كده لكن مش إلزام أو شرط لو رجعنا مع بعض برلمان 2015 خمس ست أدوار انعقاد أيوة يعني ست دوارات متتل الرئيس لم يحدث سوى مرتين فقط لليل لكن مفيش حاجة ملزمة في الدستور أو أي حاجة لا هو رئيس الجمهورية النص الإلزامي فيما يتعلق بحضوره أمام البرلمان هو النص الخاص بالإجراء التالي لانتخاب الرئيس نفسه يعني بعد انتخاب الرئيس رئيس البرلمان لا رئيس الجمهورية بعد انتخابه لابد أن يلقي حلف اليمين زي ما شفنا الرئيس لما حلف اليمين عادة ذلك هو الذي يحدد الموعد المناسب لعقد اجتماع مشترك مع المجلس فده حق للرئيس مع مجلس النواب ولا الجلسة العامة ما بين النواب وشيوه هو من حقه الإجراءات يدعو لجلسة مع مجلس النواب ويدعو الاجتماع مشترك للمجلسين معه لكن الإجراءات دول في ظل كورونا ظل كورونا صعب ان احنا نجمع كل ده العدد كبير الرئيس حريص بعض الشيء ان هذا الاجتماع طبعا يبقى في فترة يكون فيه تم فيها السيطرة على الجائح طيب حسألك سؤال تاني هو لازم لما يحصل مثلا الاجتماع المشترك لازم يبقى داخل مبنى البرلمان ولا ممكن مثلا اقول انه في مكان مفتوح هو الطبيعي البرلمان يعقد جلساته داخل مقر اه ما يفعش يبقى بره في اي مكان الا اذا قرر البرلمان باغنبيته اجراء هذا الاجراء نتيجة لظروف نتيجة لظروف اه طبعا ما احنا عارفين الظروف كلنا اللي احنا فيه بالزبط كده طيب ساذ عبد الناصر عايزة ارجعتيني للسادة النواب اللي احنا النهاردة يعني حنشوفهم هما بيحلفوا اليمين على مدار سنوات وسنوات وسنوات كان النائب في البرلمان هو نائب خدمي ولغاية دلوقتي يعني خلينا نشوف احنا يمكن تبعنا ايام الانتخابات المواطن بشكل او باخر هو عايز خدمة من النائب متى يتغير هذا المفهوم؟ عندما تجرى انتخابات المجالس المحلية يعني خدي بالك ان الاستحقاق اعتقد انه حيتم ده ده اللي جاية بقى احنا متفاعلين بدك احنا عايز اقولك ده الاستحقاق الوحيد الذي توقف في الحالة المصرية خلال العشر سنين يعني اخر مجلس محلي انتخب في مصر كان في 2008 طوال هذه المدة احنا ما عندي ناس مجلس محلي فلما يبع عندنا مجالس محلية هي المنوب بها متابعة الخدمات واقرارها وتقدمها للمحلية القانون لاني الدوابط الخاصة بنص القانون فيها بعض المشكلات عشان كده لما قدم مشروع القانون العام الماضي البرلمان اختلف عليه فتم ارجاءه لاني كان فيه وجهات نظر متعددة حوالين القانون نفسه وطريقة اجراءه خصوصا في ظل صلاحيات بتخلي المجلس المحلي ده يستطيع انه يعزل المسئول التنفيذي وده ما كانش موجود قبل كده المسئول التفيذي اللي هو مين المحافظ كل رؤساء المستهات الإدارة المحلية قابلين للعزل رؤساء الإدارات المحلية اللي هو رئيس القرية رئيس المركز رئيس المدينة رئيس الحي المحافظ وبالتالي ده حق جديد لازم ينظم بشكل هادئ ورزين ولكوادر عندها الوعي انها تقدر تمارس هذه المهمة عشان متبقاش كايدية متبقاش فيها مكايدة بزرطة ان الاعداد ستتقلص ايضا وبالتالي ده نقطة مهمة لكن خلينا اقولك ان المجلس ده برضو عنده ميزة ان النواب اللي جايين دول جموا هم بيشوفوا بعنيهم كيف عاقب الناخب النائب الذي لم يقم بدوره بكفاءة فعلا وده نقطة مهمة جدا المعيار ده ما كانش موجود عندنا كنا دايما منتكلم على ان الذي يحظى بمسندة من الخارج الذي تسانده بعض الاجهزة هيفوز هيفوز ده ما كانش موجود على الارض احنا عندنا 200 نائب من برلمان 2015 خاضوا الانتخابات وفشلوا عندي 209 نائب رفضوا خود الانتخابات من الاساس وقرروا انهم ما يخدوهاش وده ليه اسبابه وبالتالي النواب هنا هيبقى ليهم مهم هم شايفين انهم لازم يقدوها عشان خاطر صورتهم في ذهنية مواطن عنده وفي نفس الوقت التناسب مع حالة الوعي يعني الوعي المجتمع النهاردة غير الوعي المجتمع من عشر سنين غير الوعي من عشرين سنين لأ النهاردة المصريين يحاسبوا النائب عن دوره التشريع والرقابي مثلما يحاسبونه على دوره الخدم وخلينا نتفق انه مش عيب انه يمارس دور الخدم الدستور حدد في المادة 101 لعضو مجلس النواب خمس مهام منهم تقديم الخدمات والرقابة على السلطة التنفيذية لا عايزة اقف بقى عند الحتة دي شوية اقول انا عايز رغبة انا عندي رغبة انك تنشئ لي مشروع عندي رغبة انك ترصف لطريق عندي رغبة انك تنشئ لي مستشفى عندي رغبة انك تطور لي مشروع قائد ده من ادواته الاساسية هو عنده ادوات لها علاقها بالجانب الخدم اللي هو يمارسه على الارض وبالتالي هو لو تقاعز عن ممارسة هذا الدور هيبقى فيه مشكلة هيبقى مشكلة حقيقية عند المواطنين في طلق الخدمات المباشرة ليه وخلينا نتفق له رجعنا المرة اللي فاتت جزء جبير جدا من خطة الدولة ارتبطت بمجموعة من المطالب اللي النواب كانوا اداما ادوات رفع الاحتياجات فيها عن المناطق الجهورفية المختلفة وبالتالي هو انا لو عايز اعرف النهاردة محافظة البحيرة ما الذي ينقصها في الخدمات هعرف منين عندي النواب اللي موجودين على الارض ولو النائب ده فاعل ومتمس مع الارض بالفعل لما الدولة هتقدم الموازنة هيقدر يقرى الموازنة فيما هتعلق بالمشروعات التنموية التي ستنفذ في قطاع دائرته باعتبارها لها اولوية ولا هناك بدائل لها اولوية اكتر وبالتالي هيمارس دوره بكفاءة ونجاعها اكبر بشكل كبير جدا فدي ادوار مهم جدا طب احنا قلنا كده مهمة هو له خمس مهام قلنا واحدة الباقي الباقي هو اولا ليه سلطة التشريع سلطة التشريع هي سلطة حصرية لمجلس النواب تشاركوا فيها السلطة التنفيذية وبالتالي دي اول سلطة هو يمارس هذه السلطة بشكل رئيس انه يصدر القوانين عشان كده ده جزء مهم ثم عنده مجموعة من المسئوليات رسم السياسة العامة للدولة المصرية هو يشارك في رسم السياسة العامة للدولة اقرار الموازنة العامة اي مشروع للموازنة لا يقرر الا بمعرفة البرلمان عشان نشوف الجانب الخدمي وتغطية الموازنة عندي على الارض عاملة ازاي اقرار الخطة الاقتصادية والاجتماعية وبالتالي هو هنا قدي لاربع مهام مع الرقابة على السلطة التنفيذية يبقى دول الخمس مهام من المفروض النائب بيقوم بها انت هنا النائب لو قام بدور وتجاهل الاربع وتقاعس عن باقي الادوار هيبقى مقصر وسيساء عشان كده انا عايز اقول لحضرتك ان كان من ضمن الاوراق المهمة جدا اللي قيم بها النواب اداءه كشف الاداء اللي هو قدمه من خلال حصوله عليه من الامانة العامة للمجلس مركز المعلومات بيدي لكل نائب تقرير بيقول فيه كشف حساب عن اداءه خلال العامة وخلال خمس سنين عن اداءه هو شخصية عن اداءه هو شخصية بالعكس ده احنا بقى انا عايز اقول لك عشان كده الاوب محمد ابو لانين اللي هو الفترة اللي فيها بالزبط في ٢٠ عفوا في نهاية مجلس ٢٠ ٢٢ هو ق surnاد � 8 فترة ٢٠ شهور تقريبا بالزبط كده بفارق تصويتي عالي جدا كان مبرر أنه هو خلال هذه الفترة استطاع أنه ينجز على الأرض ويستكمل مشروع مجموعة من الأنشطة اللي لا علاقة بالدائرة الانتخابية فرقت معاه أثناء التصويت فاستطاع أنه يعني يبقى نموذج من اضرب بالمثل حول النائب المستقل الذي يتواصل مع دائرته فتستطيع دائرته أن ترفع وتعيده إلى البرلمان بغض النظر هو يترشح باسم قوة سياسية ولا بيترشح ده نقطة مهمة والنموذج ده على فكرة عايزة أقولك كمان اتكرر في عدد كبير من النواب كلما كان النايب أكفى وله ارتباط حقيقي مع أن الدواير نفسها التسعت يعني ما بقتش بنفس الحجم اللي كان في أبي كده نحن كان عندنا 205 دايرة أو 143 دايرة حقيقي يعني أنا أتذكر أيام النايب أم محمد أبولانين هو كان عن دايرة الجيزة بالضبط ضفت ليه الدقي والعجوزة فكان الموضوع التسعة أكتر وعايز أقولك خدي بقى فكرة اللي هو النموذج أو المثال لما تيجي بعض الدواير النهاردة لأ بتلاقي الناس تقول لك أنا عايز نائب زي محمد أبولانين لما يجوا يضربوا مثل بالنائب اللي هو بينجح من الجولة الأولى لأنه عنده شعبية وعنده جمايارية لأنه بقدم خدمات أقولك بص نموذج محمد أبولانين ده شخص قرر أن يخود الانتخابات مستقلا على الرغم من أنه كان نائب رئيس حزب سياسي موجود والحزب ده موجود على الأرض حقيقي وبرغم أن نائس كتير كانت مستشعرة وكان فيه شائعات بتقول أن احتمالات فوز ومش موجودة لكن صوت الناخب هو اللي حزب الأرض كانت مختلفة على الأرض كان الوضع مختلف كانت نموذج مهم أي حد يجي يقول أنه كان فيه ده دخولات طبما كان ده نموذج من رد بيه أي حد بقول النائب لازم يكون يرتبط بالشارع ده نموذج من إيس عليه أي حد بيقول أنه أصلاً جرى إسقاطي منوري له برضو منقول له لا ده نموذج أن ده مش موجود على الأرض وما ينفعش أن أنت تتحجج بهذا الأداء وبالتالي الرسائل اللي اتيجي من نماذج أداء زي الأستاذ محمد أبو العينين وزي النواب اللي لهم ارتباط وصيق بدوائرهم الانتخابية أنا عندي نائب عامل حالة مشابهة وإن كانت أقل شوالة هو الأستاذ مصطفى سالم في طهطة في سهاج نائب طالع الأول عنده ارتباط حجم الخدمات اللي مقدمها في دايرته كبير جداً أنا بتابع مكتبه الإعلامي والحاجات اللي بتتنشرها لا ده نموذج برضو نقدر نقول أنه نموذج مشابه أوات نقدر نقيس عليه في انتخابات مجلس الشوخ لما تكلمنا وأنا كنت مع حضرتك هنا عن نموذج في لقصر بيأخذ الانتخابات المستقلة على مستوى محافظة كامل الشيخ محمد اتضبعه وبيكتسح برغم أنه لا مسنود بطيار سياسي ولكن مسنود بالناس نموذج المسندة الشعبية دا مهم جداً عشان كده هذا النموذج يجب أن يأخذ خطوات للأمان حقيقي نقدر نشتعل عليه طيب شوف أنا يعني عندي كده بعض المعلومات مش هقدر أقولها على الهواء على فكرة أستاذ مصطفى بكري طبعاً هناك نائب مصطفى بكري هناك وبعايت لي كده شبايت حاجات يعني ده بس مش هقدر أقولها هل تتوقع في حالة انتخاب رئيس المجلس والوكيلين الوجوه هتتغير شوفي هو فيه تغير هيحصل هيحصل يعني خلينا نتفق في مين في الوكلة ولا في الرئيس نحن كده كده عندنا فيه وكيل جديد لأن فيه عندنا وكيل أستاذ السيد الشريف يعني دي فرصة أنه كمان حيي على دوره وعلى هدوءه لم يترشع وبالتالي فيه وكيل جديد مئة في المئة الوكيل الآخر يعني الحزب الذي يمثله موقعه فيه عدد النواب ما يسمحلوش أنه يفرده بنفس الصورة وبالتالي عندي وكيل جديد يبقى عندي احتمالية وكيلة رئيس المجلس فيه سيناريوهات عديدة احنا عندنا عدد من الوجوه التي اتطليق وتستحق أن تكون في رئاسة المجل وأعتقد أني يعني حزب الأغلبية اللي يقدر بالفعل بأغلبيته لأنه احنا مناخد الرئيس والوكيلين ينتخبوا بالأغلبية المطلقة فإذا قرر حزب الأغلبية أن يساند مرشح سيأتي به إلى الرئيس لكن واضح أن اجتماعهم حتى أمس لم يحسم هذا الملف بشكل جديد لكن خلينا برضو نقول الدكتور علي عبدالعلي أدار مجلس وعبر بيلي الأمام في لحظة فارقة في الحالة المصرية مهم جدا أنه نقول هذا الأمر وأنه إذا لم يكن هو الرئيس ينبغي تحييته وينبغي طبعا على دور مهم جدا على دوره المهم جدا اللي لعبوا خلينا نتفق أن أداءاته في العام الأخير كانت أرقب كثير جدا وكانت قدت صورة جيدة للحالة المصرية لكن في نفس الوقت رئاسة المجلس بيبقى لها علاقة برؤية شاملة للدولة المصرية ينبغي أنها تكون فاعتبرنا وإحنا بنختار طيب أستاذ عبدالناصر لو أقول لك حضرتك دلوقتي تخيل كده أن أنت في مجلس بما أنك من الشعب المصري كمواطن إيه أبرز القضايا اللي مفروض بقى لما نبتدي جلسات المجلس بقى بجد اللي هي على عاتق المجلس أنه يقرر فيها شوفي يعني اللي هي ملحة أنا عايز أقول حاجة ملحة خلينا نبدأ أني جاءحة غير قانون المحليات لا لا أنا مشاركة خلص إحنا تكلمنا على قانون المحليات قانون المحليات هو أمر أنا شايف لا أنا هكلمك أني جاءحة كورونا أظهرت مدى الاحتياج لاستراتيجية وطنية للرعاية الصحية مختلفة وأني دي قضية ينبغي أن لكون لها أولوية دعم القطاع الصحي الدستور تكلم على تخصيص نسبة للصحة لكن واضح أن هذه النسبة غير كافية واضح أن الإجراءات الرقبية المرتبطة بإدارة الملف الصحي محتاجة مراجعة هذه الخطة محتاجة دور كبير جدا قطاع التعليم المصري التعليم في ظل الجائحة عندنا مشاكل كبيرة جدا في هذا الملف فكرة التعليم عن بعض فيها بعض العثرات اللي لازم نقف قدامها وبالتالي إعادة النظر في الاستراتيجية الوطنية للتعليم وبحثها بشكل مختلف ده أمر الشديد المشكلة في التعليم قبل الجامعي أكثر من التعليم الجامعي هي الأزمة في التعليم قبل الجامعي بشكل رئيس خلينا كمان ننتفق أننا محتاجين رؤية للإصلاح السياسي الأحزاب المصرية بغض النظر أنا سعيد بالأحزاب اللي موجودة جوال برلمان أنت بتتكلم على المية وتمانية في المهمل اللي مش معرفينهم اللي أحدا مش عرفينهم يعني أنا عايز أقولك أنا واحد من الباحثين اللي حياته أساسا في العمل الحزبي كل اللي قدرت أجمعه عن الأحزاب في مصر 86 حزب وأنا بحاول أقول مين دخل انتخابته ومين ما دخلش ده حضرتك يعني معني بالشأن للقرلمين أنا عايز جواه عايز جواه إنما اللي بره ده معرفين 4-5 مساء إحنا محتاجين رؤية للإصلاح السياسي أعادة النظر في التجربة الحزبية أحزاب لا تخود يعني لما عندي 36 حزب سياسي فقط هما الذين شاركوا في العملية الانتخابية في عام 2020 سواء مجلس النوب ومجلس الشيو طب بقي الأحزاب قعدة تعمل إيه إذا كان الأساس في وجود الحزب هو التعددية التي تسمح بتداول سلمي للسلطة طب لو أنت مش جزء من أدوات التداول السلمي إيه تبقى أنت جزء من أدوات إيه فيجب أن تراجع رخص هذه الأحزاب والموقف منها بشكل رئيسي فكرة تمكين الأحزاب إحنا ما صدقنا أن يبقى عندنا أحزاب أنت إجمالي عدد المستقلين الذين فازوا داخل البرلمان 92 عضو وضيف ليهم 28 المعينين برغم أن بعضهم حزبيين فمنقول 120 نائب من النواب هذا البرلمان ده حد أقصى هم دول المستقلين والباقي عضوية حزبية وبالتالي مشروع الإصلاح السياسي ده مهم جدا لضمان عدم وجود فرص للتنظيمات العميلة والخائنة في التلاعب بمشاعر ودغدغة مشاعر الموطني عشان ما نرجعش للنفق أو للمربع صفر مرة فدول ثلاث مشروعات أنا شايف أن البرلمان بسلين خالص بالزرط ده غير قانون المحليات يعني أنت في أربع من حصب غير عايز أقولك أن المؤسسة التنفيذية تقوم بمشروع تنموي للنهوض بالدولة المصرية في منطقة الخطورة اللي هو مشروع 2018 2022 وجوزء كبير من المشروعات بيتنفذ على الأرض دور البرلمان هو الرقابة على الأداءات دي عشان يضمن كفاءة ونجع علي ده هو لو قام بالأربع مهام اللي احنا بس حدناهم دلوقت مع الرقابة على المشروعات التنموية خلصوا الخمس سنين خلصوا الخمس سنين ويبقى أنجز إنجاز تاريخي كمان طيب أستاذ عبد الناصر يعني إحنا في جائحة وجائحة عالمية وشايفين الدنيا برا في دول عظم عاملة إزاي الكابتل على مشهد الخناقات اللي في الكونجرس على ده العالم بصص على مصر إزاي رغم كل الظروف اللي احنا فيها دي وعملنا انتخابات شيوخ وعملنا انتخابات مجلس نواب ونهارده المجلس حيبدأ وانتخابات اتنقلت للعالم كله شافها وكل المؤسسات والمجتمعات المعنية بالرقابة كانت موجودة او مش بالرقابة خليني يقول بالمتابعة بمتابعة الانتخابات شايفنا والعالم كله كان شايفنا ده يعني 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 يدي صورة لمصر بايه بيدي صورة عن معلش عشان انا عايزة ارد على الحتة دي بس لانه او عايزة اسأل في الحتة دي لانه انا واجعاني حاجات كتير يدي صورة عن ديمقراطية مصر شكلها ايه عن الدولة لما بتحب انها تسهل للمواطن انه هو يمارس الديمقراطية بتعمله ايه يعني انا عايزة اقولك اني انا يعني سنحيت للظروف انه سافر ثلاث مرات خارج مصر خلال العام الماضي وكنت بشوف بعنايا بقى ما يسمى بالرؤية المقارنة بين اللي مصر بتقدمه لمواطنيها واللي بشوف هذه الدول تقدمه وتقوم به وكان دايما عندي عايزة اقولك شعوري الالم اني احنا يعني الدولة المصرية تقدم لابنائها ما لا تستطيع دول عظمى ان تقوم به ومع ذلك الصورة الزهنية عن الحالة المصرية مهش بنفس الكفاءة ونفس الوضوء انا شايف ان ده جزء منه مسئولية وده لازم يراجع فيما يتعلق بكفاءة من يقومون بالترويج للملف ولا الحالة المصرية احنا منعمل شغل رائع لكننا لا نستطيع ان نصويقه مسئولية مين هل هي مسئولية يعني مجتمعة اطراف من اطراف متعددة يعني اعلام خارجية هيئة عامة الاستعلامات يعني مسئولية هقول لحضرتك على حاجة انا هذا البرلمان اي دراسة مقارنة لي تخلينا نتباهى بالنتائج التي اصفر عنها لكن المشكلة ان كل المعلومات المدققة عن هذا البرلمان غير معلقة احنا منجبها بصعوبة منجبها بمبادرات شخصية ممكن اقولك انا احيانا اممكن اعود اربع او خمس ايام بجري ورا رقم واحد عشان ادققه مع اني انا المفروض ان الموقع الخاص بمركز المعلومات اتابع لمجلس النوبي يتوح لهذه المعلومات طب ليه ليه مش موجود لاني مصر مثلا من ضمن نرجع بقى نقول فيه قانون مهم حضرتك هدي تدول معلومات بزرح لسه قد حولك فيه قانون تدول معلومات صح واحنا بنطلبه بقالنا كتير جدا هيساعدنا ان احنا نرد لما يجي حد يكلمني يطلع تقرير من جهة غير محايدة وغير موضوعية بيتكلم عن احكام الاعدام في مصر انا عشان ارد عليه انا محتاج بيانات تطلعني من وزارة العدل وتطلعني من وزارة الداخلية اقدر ابني عليها كلامي وهي بيانات موجودة على فكرة واحنا حصلنا على بعضها قبل كده اثناء الاستعراض الدور الشام اللي حالت حقوق الانسان بتقول ان هنا دولة ما احناش زي ما البعض بيحاول يروجلها فيه اطراف لها مصالح مصر كان المقدر لها ان تدخل نفقا مظلما في 2012 لا تخرج منه وكانت هناك اطراف عديدة تنتظر لرفع رياتها على اجزاء من الدولة المصرية مش ممكن هيتناسوا الصفع اللي خدوها بالتفاف الشعب حول القاتل المسلحة ونجاحوا في تغيير شكل النظام واستعادة الدولة المصرية لاستقلاليتها مرة تاني مش ممكن هينصلنا ده ونبقى مجانين لو افتكرنا انهم في لحظة من لحظات سنتقلوا من معسكرات الاعداء الى صفوف الاصدقاء والمواليد ممكن نحيطه واحنا نقدر نعمل ده ممكن نرضعهم وعندنا المقاومات انا لما اقول لي مصر انجازها كان انجاز تاريخي في هذه الفترة دولة تجري عمليتين اقتراع وطنيتين بتدعو فيهم الناخبين في كل عنحاء الدولة لحالة لما نجي نتكلم عن كورونا مثلا ما عنديش طفرة في ارتفاع حالات الاصابة بالعكس احنا معدل آمن تماما للاصابات لما لاقي نفسي قادر ان انا اعمل عملية انتخابية ما حدش يقدر يطلع الا حالة او حالتين بخطاب سياسي ما هوش خطاب انتخاب بيزعموا ان هم كانوا يستحقوا المقاعد ولم ينلو لكن كل المقاعد شفناها بعنينا احنا شفنا نمازج يجب يعني انا عايز اقولك مثلا لقصر لقصر احنا عندنا حزب اسمه حزب الاغلبية الحزب ده ما خدش مقاعد في اللقصر اه انا فاكر كنت محادتك على الهوى والكاتل النتائج بتطلع وعرفنا انه هو ولا حد من الحزب خدش لو فيه تدخل ما كانش ينفع تدخل حقيقي وبالتالي لا الصورة احنا نتفاهل نتباهى بهذه الصورة نطمئن انه عندنا مؤسسات حقيقية على الارض اللي ناقص بعض الترويج والدعي نقدر نكمل سهلة نقبل الزب سهلة نقدر نعمل احنا على اموم ان شاء الله بانتظار الجلسة الاولى للبرلمان وهي جلسة اجرائية زي ما قلنا لحضراتكم هنشوف فيها بقى مين ان شاء الله رئيس المجلس ومن هم الوكيلين لانه درهم بيبقى مهمة جدا انا بشكرك شكرا جزيلا استاذ عبد الناصر عندي المدير المجموعة المصرية للدراسات البرلمانية نورتنا شكرا لحضرك بشاهدين الكرام بكده بتكون خلصت حلقتنا النهاردة من صباح البلد نشوفكم بكرة ان شاء الله الساعة 8 صباحا حتى ذلك الموعد الى لقاء